قبل من يبدأ الفيلم نتساش تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة وده عشان تتابع معاينا اقوى افلام الرعب بيبدأ الفيلم مع طفل صغير في الحقل بتاع ابوه وهو بيعلق الفزاعة عشان الطيور اللي بتاكل الامح والاب بيطلب منه يخلص بسرعة قبل ما لليليليل بعد شوية بيلحظوا ان الجرار مش شغال وبيسأل ابنه داري عن اللي حصل فبيقوله ما يعرفش حاجة وبيروح بعدها على ابنه جاكل اللي ما بيكونش فاهم وفي الوقت ده بيشوف الكلب عمالي ينبح على حاجة مش شايفينها واللي بتكون الفزاعة اللي جنب داري وبيلاحظ ان هي فعلا بتتحرك بيتأكد من ده عن طريق المخالب اللي اتحركت هي كمان فبيحاول ان هو يرجع على الاب بسرعة وللأسف الوحش بيطير عليه عشان يغضو وفي الاخر بيحاول الاب مع جاكل ان هما يلحقوا داري لكن طبعا مش بيعرفوا يعمله كده بسبب ان الوحش بيكون طر اصلا في السماء بعد فترة بنشوف مجموعة طلاف في الاوتوبيس بتاع المدرسة وهم متحركين على الطريق لكن بتحصل عطل في العجل والسواء بينزل عشان يشوفها وفي الاخبار بيعرفوا ان فيه كنيسة قريبة من هنا شافوا جواها جسس كتير جدا متحنطة ومتخيطة في الحيطة بطريقة مستحيل ان يكون حد بشري هو اللي عمل كده المشرفة بتلاحظ ان فيه الا حد دخلت في العجل بتاع الاوتوبيس وفي نفس الوقت جاك بيفضل يدور على اي حاجة ممكن ان هي توصله باخوه وبعد شوية بيلايه حاجة جديدة وبيرجع تاني على الاب بسرعة اللي بيكون فقط الامل ان هو يشوف ابنه عايش ومعاسف قديم جدا للاسف بنعرف ان الاوتوبيس المدرسة لسه عطلان وكمان ما فيش اي اشارة عشان يكلموا حد من الطواري فبيقرروا ان هما يغير العجلة بنفسهم وده عشان يتحركوا مرة تانية وهنا كل واحد بيرجع على الاوتوبيس معادة واحد اسمه كلمان اللي بيلحظ ان في حاجة بتطير من فوقيه وبيكون خايف جدا وصحابه عماليني التاريقه عليه بعد شوية الاوتوبيس بيتحرك مرة تانية لحد لما بنشوف واحد اسمه سكوت بيتكلم مع صاحبته وهو متعصة لانه عاوز يكون قائد الفريق بتاع المدرسة وفي الوقت ده كاتي بتكون نايمة ومش سمع اي حاجة وبتشوف جسس بتظهر قدامه في الحلم وبتعرف ان الطريق ده غلط ولازم ترجع تاني بسرعة بعدها بنشوف داري بيحاول يشاولاه على نفس المكان ان هو خطر لحد لما بيظهر الكائن مرة تانية وبيحدف حاجة على الاوتوبيس بسرعة وهنا بتفوق كاتي بسرعة على صوت العجل وهو بيفرقع لحد لما بينزله تاني تحته عشان يعرفوا اللي حصل بالزبط بيقرروا ان هما يوقفوا اي حاجة عشان يساعدهم والمشرفة بتشوف نفس الالة لحدة في العجل فبيتقرر ان هي ترجع على الاوتوبيس بسرعة وبيتعرف القائد ان في حاجة غلط بتحصل معاهم وبيحاول ان هما يولع شعلات الانقاذ عشان المساعدة لحد لما كائن بيسحبه على طول بنعرف ان ما فيش حد خد باله لحد لما بتقع الشعلة من السماء وهنا المشرفة بتحاول ان هي تنده على القائد لحد لما بيرجع على الاوتوبيس تاني وبعد شوية بيرجع تاني الكائن على الارض عشان ياخد المشرفة لحد لما بيخاف السواق وبيحاول يعرف منهم اللي حصل دلوقتي طبعا مش بيلحق ان هو يعرف حاجة لان الكائن بيكون رجع للمرة الثالثة عشان ياخد السواق فبيحاول المرض ان هما يقفلوا الباب على طول وهنا بيسأل سكوت عن اللي حصل فبيعرفهم ان ده مش طبيعي ومع الوقت ابو داري بيعرف ان اللي حصل في الاوتوبيس بتاع الطلاب بيحاول ان ده على ابنه جاك لان اكيد الوحش بيكون هناك والطلاب بتحاول انه تتواصل مع اي حد حواليهم والباقي بيدور على اي حاجة ممكن تفيدهم وهنا بيشوفوا رمحوا مع مسدسه شوية حبال وسكوت بيقولهم ان الحاجات دي مش تأثر في الكائن اصلا وان هما لازم يخرجوا من هنا بيعرف صاحبته ان فيهم مزرعة قريبة من المكان ولازم ان هما يروحوا عليها وطبعا بيتر بيقولهم ان الموضوع ده خطر جدا وللأسف بتحصل خناها في الاوتوبيس والمرة دي كاتبت قولهم ان ده مصح ولازم يفكروا في حاجة تانية عشان محدش يتخطف منهم المرعب في الموضوع ان الوحش بيكون سامع كل ده من البب تاع الاوتوبيس فبيحاولوا ان هما يختفوا من قدامه وبيقدر ان هو يحرك العربية بكل قوة وبعدها بيفضل يشاور عليهم وفي الاخر بنعرف ان هو قصد اخر واحد في المجموعة وبيحاولوا ان هما يفتحوا الباب لحد لما بيتير تاني للأسف البنت بتكون فجطة للوعي من كتر الخوف وعينها هنا بتتحول ابيض وبنعرف ان كاتي دخلت تاني في رؤية جديدة وبنشوفي الوحش بدل الفزاعة وبيتحاول ان هي تقرب عليه لحد لما بتسمع اصوات مش مفهومة وبيقولها ان الوحش ده بيظهر كل 23 سنة عشان ياكل في الناس بعدها بتفوقوا مرة تانية وبتعرف باقي اصحابها ان الوحش يخلص عليهم وبيكون محتاج مع حاجة معينة من كل واحد وان هو بيشم ريحة الخوف من على بعض وطبعا بيسألوها عرفة كل ده منين فبتقول لهم عن الشخص اللي شافته في الرؤية وطبعا سكوت بيفضل يضحك عليها لكن كاتي بتكمل قصة الوحش فواحد من الطلاب بيكون خايف جدا من اللي بيحصل وبيطلب المساعدة من اي حد حواليهم وفي الوقت ده بوب مع جاك بيوصلوا على المكان اللي في العربية عملت حدثة وبيشوفوا السقف بتاعها متشيل فبيتأكدوا ان الوحش كان معد من هنا بعدها بوب بتجيلوا الاشارة بتاعت الاوتوبيس وبيعرفهم ان الطريق اللي هم فيه طويل جدا فبيحاول ان هو يرجع عليهم وطبعا الطلاب بتكون فرحونة ان هم طلبوا المساعدة لحد لما بياخدوا واحد منهم مرة تانية لكن المرة دي الطلاب بيساعدوا بسرعة تاني لحد لما بينزل عليهم بكل قوة وساعتها بيقصر جزء كبير جدا من الاوتوبيس وبعدها بيحاول واحد منهم يعرف اللي حصل وبيتأكدوا ان الوحش بيكون اغمى عليه فبيعرف كل صحابه اللي حصل دلوقتي ودي احسن فرصة ان هم يطلعوا من هنا للأسف الابواب بتكون مقفولة بسبب الخبطة لحد لما بينزل الجناح بتاعه وبيقدر ان هو يقسم الطلاب لمبنعتين وبيحاولوا ان هم يتجمعوا مع بعض في مكان واحد ومع الوقت الوحش بيقفل على واحد فيهم لحد لما رأسه بيطيره على طول فبيحاولوا ان هم ياخدوا الرصاص اللي كان معاه وبتحاول واحدة منهم تشوف اللي حصل بتشوف ان الوحش بياخد رأس صاحبه من اللي مات عشان يغير دماغه لحد لما سكت بيفتح الباب بتاع الاوتوبيس وبقول لهم ان دي فرصتهم الاخيرة بيعرفوا ان في حد هيجي عليهم كمان شوية عشان المساعدة لكن ممكن ان هو يتأخر وهما حاجة يطلعوا الناس اللي الوحش عاوزهم عشان يخلصوا منهم للأبد طبعا ما فيش حد فيهم بيوافق على الاقتراح بتاعه لحد لما بتحصل خناقة في المكان وان هو شخصا اصلا اناني ومستحيل حد يساعد اللي لو لوحش هجم عليه وفي الاخر كلهم بينزلوا بسرعة لحد لما بنعرف ان سكت بيكون مش موافق على الفكرة لكن بعد شوية بينزل معهم لحد لما بيظهر الوحش في السماء طبعا بيتر بيكون خايف ان هو يفتح الباب تاني فبيقدر الوحش ان هو يوقع اكتر واحد منهم بالقلل حد بتاعته وفي الاخر بيرمي سكينة على سكوت اللي بتيجي في ايده وبيخبط في الشجرة وهنا حبيبته بتحاول ان يتطلع السكينة منه بسرعة ومش بتعرف لحد لما بيروح عليهم عشان يساعدهم ودي في الاخر بينجحوا في كده لكن للأسف الوحش بيكون خده مرة تانية طبعا جاك بيكون واقف مع بوب في العربية وشايفين كل حاجة من بعيد لحد لما بتزر كاتي قدامهم عشان يرجعوا للأوتوبيس وبتعرفوا من الوحش قريب من هنا وبعدها بيقدر ان هو يسحب واحد تاني من الأوتوبيس وما فيش حد بيساعد عشان ما دخلش باقي الطلاب على العربية ولوحش بيكون مسيطرة على الأوضاع كلها وبيفرق جناحاته هنا بوب بيقدر ان هو يجاهز السلاح بتاعشان يدرب الرمح عليه فبيحاول ان هو يشيدهم بكل قوة لحد لما بيقبطوا في الأوتوبيس وجاد بيطلب من الأب ان هو يخرج الرمح بسرعة وفي الآخر بيحاول ان هما يخرجوا تاني من العربية لكن الباب مش عاوز يفتح بسبب الخبطة والأوتوبيس بيكون جنبهم على طول وبعدها كاتي بتقدر ان هي تخرج من الناحية التانية وجاد بيكون قرب يموت بسبب الرمح اللي كان هيدخل فيه وبعدها جاد بيتحرك على طول وبيحاول بوب ان هو يجاهز الرمح التاني عشان يخلص على الوحش وبيقدر ان هو يعمل كده لكن الاسف الحبل بيدخل من الأوتوبيس وبيقلبه بكل سهولة بيحاول الوحش يتير بيه مرة تانية وبيقلب كل حاجة كان رجبينها لحد لما باقي الطلاب بيحاولوا ان هما يخضوا العربية عشان يهربوا والوحش بيفضل وراهم وبيفضل دي عرفهم ان الوحش قرب جدا فبيخبط على الاساسة عشان يحذره لحد لما بيدربوا بالسلاح اللي كان معاه وطبعا مش بيأثر فيه بأي حاجة في الآخر العربية بتتقلب بيهم بسبب سرعتهم والحركة ودي بيكون مش قادر يتحرك لحد لما بيعرف ان الوحش بيكون قرب جدا منه وبيقرر هنا ان هو يجاهز السلاح عشان يدفع بيه عن نفسه بعد لما عرفنا ان الوحش بيكون فقط جزء من جسمه وطبعا دي بيكون مصاب ومش قادر ان هو يتحرك والوحش عمالي ينط الحد لما بيقرب عليه واول لما بيظهر قدامه بيدرب عليه النار لكنه بيفضل لسه عايش لحد لما بيخلص على صاحبه هنا بيجي في الربح في الوقت المناسب وبنعرف ان بوب بيكون رجع على الغابة وبيحاول ان هو يدرب كل اللي معاه في قلب الوحش وده عشان يخلص منه وياخد حق ابنه اللي مات وبعدها بنشوف حاجة بتلف على الوحش عشان تحفظه وكاتب يتقوله ان الكائن ده لسه عايش وهيظهر بعد 23 سنة تانية طبعا بتعد فترة كبيرة عن اللي حصل وبنعرف ان هي نفس المدة بتاعت الوحش وفي مجموعة بتروح على المكان بتاع بوب وده عشان تشوف الوحش اللي كل المدينة بتتكلم عنه وبنعرف ان الجاك بقى صاحب المزرعة بعد لما بو كبر وعجز وبياخد من الشباب فلوس عشان يشوف الوحش اللي بيكون لسه متعلق على الحيطة وكل ده عشان بوب بياخد حق ابنه اللي مات وده طبعا اول لما بيظهر بعد 23 سنة بنعرف ان هو فاضل عليه 3 ايام مش اكتر عشان يصعى تاني وده اللي هنشوفه مع بعض في الجزء اللي بعده فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ولعايزين ان احنا نعمل اجزاء الباقية اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ولعندك اي اكترح لفيلم رعبة واكشن حابب ان انا اعرفكم منكم من التعليقات واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام